أخي شريف منه حكومة حكومة كافرة فسخة ودعيرة يعني أنت معانا طبعا معانا مستعد تلفز كل اللي حنقولك عليه رقابتي أنا من قيدكو دي قيدكو دي يعني مش خايف من الحكومة أنا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى قلبك عامر بالإيمان لا إله إلا الله وحسب الله ونعمه وكيل أخي شريف أيوة كانت اللحظة اللي القدر اختارك لها عشان تقدم أكبر خطنة للأمة الإسلامية كلها طبعا طبعا إيه اللي بلي فورح حولنا وزدها هذا حزام ناسف حزام إيه؟ ناسف 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 يعني إحنا وصقين من إيمانك متأكدين إنك مش هتتردد إنك تضحب روحك من أجل الأمة الإسلامية كلها والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله أنت مكانك مش هنا أقول فين؟ فوق فوق فين؟ فوق لعشهداء وأنتو هتعودوا هنا تحت وأنا هتطلع فوق الوحدي أيوة طبعا طبعا تطلع عن طفوق ولا أستنقوا هنا تحت هذا قدرك الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالزبط وأنت عارف هينفجر فين؟ فين؟ في الأمارة كلها بما فيها سفارة الخنازير والقردة وأنا كمان في الأمارة أيوة بس خلي بالك أي محول منك عشان تفك الحزام هينفجر فيك لوحدك ويضيع عليك الأجر والسواد توكر على الله فهو حزبك ونعم المصير ونعم المصير اشتركوا في القناة مضاد أنا عايز ينجز في خلال تمانية واربعين ساعة أنا لابس حزامنا أسف وقابل الحزام ما ينفجر بخمس ثواني قالوا فاكير أنا مش عارف إيه لي بحصولي ده أنا عملت إيه في حياتي وقابل لوحة عملت عملت كتير خد خدش